قبل ما نبدأ الفيديو ياريت فعل جرس التنبيهات ضروري علشان في ناس كتير بتشتكي ان الاشعارات مش بتوصل ليهم في جميع الدول ارجوكم فعلوا جرس التنبيهات او اتأكد ان انت انفعل جرس التنبيهات قبل ما نبدأ الفيديو اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات مهمة جدا للدول العربية خاصة بليلة عبداللطيف الجزء الاول عبارة عن اسئلة بتجيب عنها عن توقعات واسئلة مهمة ناس كتير بتسأل عنها والجزء التاني وهو الاهم توقعات للمرحلة الجاية وللاسف في منها توقعات صادمة تعالوا مع بعض نشوف الاسئلة ونشوف جوبة ايه في ناس كتير سألت ليلة عبداللطيف بخصوص هل من الممكن يكون في تطبيع لدولة الكويت مع اسرائيل الحقيقة هي ما جاوبتش على السؤال لان الموضوع محتاج منها تحضير وبالنسبة عن جديد لكورونا قالت ان الجائحة خلاص انتهت واحنا بنتعامل معها كأنها دور انفلوانزة عادي واستشهدت بتقرير بريطاني عن الموضوع وبالنسبة عن حل دولة العراق وعن المرحلة الجاية الدنيا عاملة ازاي فيها قالت ان رئيس الوزراء القادمي بيعمل انجازات كبيرة للعراق الان وشايفة ان العراق دخل على مراحل مهمة جدا وهيحل السلام على العراق كما في اليمن وليبيا وسوريا وخصوصا العراق اكتر دولة وبكمان بتأكد ليلة عبداللطيف زي ما اكدت في اكتر من مرة ان اللبنانيين هيقدروا يستردوا فلوسهم كلها خلال سنتين وقالت للأسب في زعزاعة اقتصادية هتكون في اوروبا وامريكا خلال المرحلة الجاية من ناحية الاقتصاد ولكن نتفائل للسعودية وقطر والامارات وشايفة ان دول الخليجة يتحدوا مع بعض ويكونوا ايد واحدة وهيبقوا احسن من سويسرا بالنسبة لايران نفسها قالت من ضمن التوقعات ان في تغيرات كبيرة جدا هتحصل من قلب الداخل الايراني وان شاء الله بتتمنى ان يكون التغيرات دي للاحسن لكن المظاهرات لن تنتهي ولم تنتهي في ايران وشايفة في مفاوضات اكيدة بين ايران وامريكا لما حالها تحصل وايضا بالنسبة الوضع لبنان في الانفجارات قيلت ممكن احتمال يحصل لكن لو حصل مش هيبقى زي الاول لكن الاكيد في لبنان شايفة في فوضى لكن في النهاية لبنان هترجع احسن من الاول وفي الايام اللي جاية شايفة نوعين من الفيروسات واحد هيكون في امريكا واخر في افريقيا الفيروسات دي غير كورونا حشرات صغيرة كلام ده في افريقيا هتسبب امراض ومشاكل ولكن الفيروس الامريكي هيكون اقوى في الضرر وبالنسبة لسلطانة عمان قالت انها عايشة في سلام مع حالها والدول العربية وايضا هنشوفها بتفتح اكتر على الدول العربية ويكون في محادثات ومفاوضات وبتتخلى عن سياسة الانغلاق اللي عايشة فيها بالنسبة للموضوع الكهرباء في لبنان والملف اللي دايما الناس بتتكلم عنه قالت الموضوع بتاعه او حل الكهرباء في نفسها في لبنان مش دلوقتي ممكن على نهاية السنة او بداية السنة الجاية وشايفة رؤية ان لبنان الكهرباء شغالة فيها 24 ساعة وما فيش موتورات لتوليد الكهرباء في البيوت والرؤية دي القدام لمستقبل لبنان والناس سألتها هل فيه مصالحات بين تركيا والامارات قالت الحقيقة احنا شايفين مصالحات بين تركيا والسعودية بحكمة ولي العهد محمد بن سلمان وايضا بتقول على ولي العهد بان هو عرب المصالحات للدول العربية فمن كلامك كده بتقول ممكن عن طريق محمد بن سلمان يكون فيه مصالحات بين تركيا والامارات اما التوقعات اللي انا كنت بقول عليها في اول الفيديو المهمة والخطيرة للعالم اجمع اول توقع قالته ان فيه للأسف حزن في تلات دول في امريكا وبريطانيا وفي فرنسا وتنكيس اعلام بسبب شخصية الوضع الاقتصادي في اوروبا لن يكون جيد لا في السنة دي ولا حتى السنة الجاية وبالنسبة للأسف فيه محاولات اختيال لكن الحمد لله هتبقى فشلة وهينجو منها احد الشخصيات البرزة في لبنان وممكن تكون الشخصية دي لاحد النواب او الوزراء وبالنسبة المطار رفيق الحريري هيحتل الحدث وهيكون كل التلفزيونات او وكالات الاخبار بتتكلم عن الموضوع فيه حدث بارز وكبير هيكون في مطار رفيق الحريري في المرحلة الجاية والفترة بتقف بعض الرحلات لكن ليه وازاي ما تعرفش والرئيس نبيه بريق بتأكد توقعها السابق بانه هيمنع الانيار التام قبل الانفجار الخطير وذلك خلال المرحلة القادمة وفيه رئيس عربي بيرحل قريبا عن شعبه لكن محددتش هل بيرحل عن طريق انه بيتوفاها الله ولا الشعب هيعزله ايه محددتش وايضا قالت الشارع اللبناني بيشتغل من جديد وبيشتعل وبخطورة اكتر من قبل لفترة وفيه غضب كبير هيكون موجود داخل الشارع اللبنان خلال المرحلة الجاية هنشوف انتشار لقوة عظمة في لبنان وخصوصا على المدى الشاطئ اللبناني ولكن مش ضروري الان واحد مسئولين او مسئولات الكتل اللبنانية النيابية هنشوفها في المستشفى وبصحة حرجة للغاية والله يصدر والموضوع هيحصل فجأة وخايفة على بعض اعلاميين ومصرفيين من محاولات اختيال فبتقول لهم انتبهوا على حالكم وفيه بعض منهم هيغدروا البلد لفترة خوفا من اختيالهم وشايفوا ايضا طائرات غير لبنانية بتحلق فوق سماء لبنان ولكن لا تعرف السبب او ازاي والتلفزيونات بتواكب الحدث وفيه ايضا حدث امني قطير بيهز مطارات العالم وخاصة نقدر نقول الدول العربية وممكن الاجنبية وهيكون الخطر ده كبير جدا طبعا نتمنى ما يحصلش اي مشاكل وحتى لو حصل يكون على اقل خسائر وكده انتهينا من توقعات ليلة عبداللطيف الجزء التاني لو ما شفتوش بقية التوقعات هتلاقوها في اول فيديو كان نازل امبارح الساعة خمسة اتنين وعشرين بتوقيت القاهرة برضو عن اسئلة بتجاوب عنها وببقى فيها توقعات للدول العربية وبكده نكون انتهينا من توقعات ليلة عبداللطيف الجديدة اللي كانت نازلة على قناتها على اليوتيوب بتاريخ 30 مارس 2021 الناس اللي بتسأل عن تاريخ التوقعات بنتمنى الخير لكل الناس وللدول العربية خاصة ودول العالم وبقاش فيه مشاكل ولكن فيروس كورونا انا شايفة ان الموضوع لسه ياخد وقت شوية مش هيخلص دلوقتي لكن نتفقى الخير في كلام اللي قالته ليلة عبداللطيف استنونا فيديوهات اكتر وتوقعات اكتر على كناة مسائل اخبار وحب افكر الناس لو انت لسه مشتركتش معنا او انت لسه مشتركتيش في زرار الاشتراك اسفل الفيديو سبسكرايب دوسوا عليه وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة احنا بننزل حوالي ثلاث فيديوهات في اليوم بتوقيت الساعة تمانية الصبح وخمسة اتنين وعشرين وايضا الساعة تمانية بتوقيت الكاهرة فيديوهات مهمة واخر التوقعات لاهم الناس المسؤولة او الناس دايما بتدور عليها في موضوع التوقعات زي ليل عبداللطيف ميشيل حايك وايضا مايك فغالي ودخلنا في الموضوع ايضا مهة عطية وعبدالعزيز الخطابي وناس كتير جدا معرفين من دول عربية ودول غربية وغير تنبؤات وتوقعات بابا فانجا البلغارية العمياء ونسترادامس شكرا واستنونا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار واتمنى الخير للكل